اكتفت له مونيف الرزاز قال له ما هكذا الكلام يأخذ يا رفيق صدام أتقيس بين كلامي وكلام هذا الخسيس وكلام هذا الخسيس من السبع وسبعين اجه مونيف الرزاز طبعا من اجه مونيف الرزاز مونيف الرزاز كان يختلف عن البعثيين فكريا من حيث من حيث ان البعثيين غالبية البعثيين ان هم مو مفكرين مو مفكرين بعثيين مترجمين للفكر القومي وكما تعرف شبل العيسمي والقضية الاخرى مشيل عفلق القضية التي انتخب على اثرها مونيف الرزاز هو اللي كان خلافهم مع النظام السوري هو اصل الفكر البعثي مونيف الرزاز بالاصل ويقال هو حتى اعمق من عفلق عفلق احنا كل احنا نعرف انه سطى على افكار ما نطعن نحن كمؤرخين نحن كمؤرخين تهمنا لما نمر السؤال يطرح نفسه انا ليش تناولت مفكر وانا شغل التأريق هنا جذرت الجذور الفكرية لهذا الرجل البعثيين شوفوا بادبياتهم الجناح المحسوب على ميشيل عفلق والبعث اجنحة كان قضيتهم الاساسية ان هما ما يهتمون بالبطل التأريخي العربي دائما الابطال يستلهمون من الغرب ليش لان كانت القضية ان هما مترجمين للافكار زائدا اكو قضايا لا يتهموا بالدين او الطعفة هو خطأ باستثنات طبعا هاي مال الرسول العربي وغيرها ميشيل عفلق قال لا تراثنا غني بالاحداث وغني بالنهضات مثلما لدينا كبوات لدينا نهضات نحاول ننهض بتلك الكبوات بنهضاتنا قال حزب البعث حزب يجب ان ينهض من اخطاء ويجب يعني كان يعتقد بان البعثين ايضا غير مؤهلين فكريا في العراق من هذا؟ بالنسبة الى منيف الرزاز يعتقد بان البعثي العراقي يأتي عن طريق التسكية لان بعد اثمانة وستين اتخابات خلينا من خلافات الفكرية هاي الخلافات هي الجرة علي لان هو الخلافات احنا شون نخلينا من الخلافات الفكرية هذه الخلافات هي التي جعلت وقال له عفلق لا تتمحك مع الرفاق بالعراق عفلق؟ هي ايه اكثر من مرة قال له انت مثلا يحتقل شخص يجونك اشخاص قلوا لك هذا شخص احتقل اتدخل انت رفعت التليفون على سعدون شاكر قل له مديرية المخابرات بالعراق تختلف عن بقية المديريات انت من كنت في الاردن زوجتك لم عبسيوس لما تعتقل يجي مدير المخابرات الاردن تقابله تجيب اغراضك وكذا طبيعي بالعراق لا الشغل امني لان عفلق احتقلت عندها خادمة ما سأل عليها فقال له لا تدخل قال له كيف لا تدخل احنا لو مستشارين لو قيارين لا هو قياد لو قياد فعلي لو قياد ديكور درواز فمثلا اتذكر مجلة الف باء سجلت ويا لقاء ورد سجل الثاني كان اللي يسجل اللقاء ونشرت بالالف باء في وقتها وشفت انت العدد من الالف باء التقى في وقتها الصحفي حسن العلوي يقولوا على جنب سألت انا خابرت الحسن العلوي فعلى جنب يقول قلت له شنو الخلاف يقول باوعت قرآن موجود بالرف قلت له شنو الخلاف دينك بين البعثيين دائما الموجودين بالعراق قال هذا القرآن قال هؤلاء يعتقدون بان الفكر لحزب البعث يجب ان يؤصل خارج هذا الكتاب وانا اعتقد ان هذا الكتاب غني بالتأصيل بدأت الخلافات تظهر على السطح زميلكم ماجد السام الرائي يقول التقيت به ايضا سجلت باعتبار علاقته يا مؤنس فمؤنس سافر الى امريكا على اساس يكمل شهادة عليا دراسات عليا فالتقيت يقول بالرزاز فقلت له هننا نسجل لقاءات فكري يعني قال لي لا لا يا ماجد هناك ما هو اهم من اللقاء قلت له وما هو يقول صعقني كلامه وقلت ان الرجل لن ينجو لن ينجو بحياته قلت له شن الاهم قال هناك انحراب بمسار حزب البعث في العراق اريد ان اقومه يقول صمتت وذهلت هنا متكلم قال ليش ما تحكي قلت لا بس احنا على كل انصار خير قلت هذا كلام هم يضرني يقول انسحبت واعتقدت مو اعتقدت تيقنت وهذا كلام نشره ماجد السام الرائي في احد المجلات وانا نقلتها نصا كل الشهود انا بالنسبة لي ما اعول عليهم لا ماجد ولا غيره انا اعول على عائلته احتي لي نعم اتحدث لي مؤنس ماذا قال عن القضية عمر الرزاس ماذا قال عن القضية لم عبسيس وزوجته ماذا روت وزينة بنته ماذا قال هذه التناول كلها خلافات سجلوا خلافات بالتسعة وسبعين واحتقل مجموعة من البعثين في قاعة الخلد معروفة وكان هو لازاحة جيل يعني هو اجي العراق من السبعة وسبعين للتسعة وسبعين هو امين عام مساعد امين عام مساعد ولكن امين عام بس صور فقط صور من عرف الحياة الداخلية الحزب احنا نشوفها بس من عرف نشوفها المشاهد العادي ايه من عرف الحياة الداخلية ماذا يجري نعم القضية بالتسعة وسبعين لما احتقلوا هؤلاء القضية الاساسية بغض النظر عن حيثيات الحدث واستضافت انت استاذ حسان وستضيف مجموعة اخرى القضية اوما بها ان هو طالب باللجنة تحقيقية كما ينقل مؤنس الرزاز في ذكراته الغير منشورة فيقول مؤنس الرزاز مؤنس انت حصلت عليها انا حصلت على جزء اللي همني كثير منها لأن بخطة اي اي هي بخطة هي انا اللي عندي سلمت على وورد لكي تسهل قراءته موجودة نصا عند عمر رزاز عمر رزاز جاي ينقلها الى طباعة ينقل ان مؤنس ان هو والده ذهبوا الى مدرسة الاعداد الحزبي اللي اعتقد الان هي بالحارثية 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 مدرسة الاعداد الحزبي لم أخذها جماعة الوفاق لا يقال رجعوها جماعة الوفاق المهم اي رجعوها رجعوا المكتبة المركزية عفو الدار كتبوا الوفاق بالنسبة الى مؤنس يقول ذهبنا شاهدنا فيلم اللي اروان اللي كان حاضر كنا احنا حاضرين شبل العيسمي اعتقد ايضا كان حاضر وكثير يقول منه رفاغ ما عندك عدد بس المهمين يقول انا انا حضارة ولكن انا حضارة موثل عن من عن الطلبة العرب اللي كان منه مدير مكتب الطلبة العرب فاخوري هذا مدير الاردنيين ولكن المدير المكتب العام ومسؤول مكتب الاردن نعيم حداد على مستوى القيادة القطرية وكان نعيم موجود على مستوى القيادة القومية تقصد القيادة القطرية اي اي على هالمستوى تقصد المسؤول مكتب طلبة والشباب مسؤول مكتب طلبة والشباب على كل العرب فيقول احنا دزعينا نعيم حداد الان هو اعتقد يقيم في الاردن رجل اعمى الان يقول لما دزعلينا وانحنا اجينا طبعا الوالد ما دزعليه يعني بصفته بصفة الحضور نرجو حضوركم يقول حضارنا شيفنا الفيلم والفيلم طبعا مقتطع بيصار اكو نوع من الشد يعني مثلا بين كردي عبد الباقي وبين صدام هاي قصة اي طويلة المهم عرض الفيلم عرض الفيلم يقول رجحنا بشكل طبيعي يقول انا عندي سفرة الى بيروت ضمن الطلبة العرب يقول حضارة جالس يقول يم معن بشور الان موجود معن بشور بيروت بيروت معن بشور الاجتماع في الطلبة العرب في بيروت وكان ايضا موجود معنا مازن الساكت مازن الساكت بعثي سابق وصار وزير داخلية اردني قبل فترة مونة بقت وين زوجته مازن الساكت اردنا شهادة مازن الساكت او زوجته لكن ما صارت فرصة او اعتذروا وردنا شهادة زينة وما صارت بس نقلت عن هو مازن الساكت ابو شاهر من اقرب الشخصيات للراحة المونية في الرزاز قطعا وعلاقة عالية لان مونة وين بقت متحدث لي شخصيا ابو شاهر عن علاقته اكيد طبعا مونة وين بقت 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 ببيت الرزاز منزلة اللي بكرة مريم باعتبار عمر ما اجا يدرس بالعراق اجا بس ما عجبت الحياة فبقى منه بالبيت زينة ولم عبسيس والدتها ومنيف ومؤنس لا ومونة مؤنس مؤنس موجود في بيرو السافر يروح ويرجع يعني لا لا هذه اللحظة تخصر هذه اللحظة ومازن الساكت ولا مني منابتة الاخرى لا زوجة مازن زوجة مازن زوجة مازن باعتبار علاقة شخصية كما تعرف فلذلك هو بعد ما امن ان مؤنس ما موجود منيف الرزاز وامن ان عمر غير موجود اولا لا امن عليهم فر ايه قابل صدام حسين مؤنسين قل عدة روايات يقول لما قابل صدام حسين او قابل صدام حسين في القصر الجمهوري بحضور يعني بدر الدين متدثر عضو القيادة القومية الحزب البعث وهو سوداني قال لما قابله يعني قال له صدام انت ذول وضعيتهم شنو موقفك منهم قال له ما اكون لجنة تحقيقية انت كيف تعتقل الناس بعثيين تقريبا خمسة منهم اعضاء قيادة قطرية خمس خمسة والبقية اعضاء قيادة فروع او سابقا هم مزاراء وسفراء واعضاء قيادة قطرية تعتقلهم بلاي لجنة تحقيق وبدون مؤتمر وبدون مؤتمر حسا شكلوا لجنة من القيادة القومية وحاسبوه مرد نشوف القضية قال له هذا شيء عراقي ما لك علاقة قال له هذا شيء عراقي قال له احنا من اتفاقت وياك بالسبعة وسبعين انا اجي مو مستشار شنو شيء عراقي قال له تطلع صدام حسيني بالتلفزيون قال له كيف ترد مني انا بالتلفزيون يا رفيق صدام اخرج واتكلم عن قضية هي بالاصل لم تثبت القطعية والجزمية فيها في اشتراك هؤلاء بمؤامرة قضية ظنية مو يقينية اصلا ولا ظنية هي هو ما مقتنع بها ظنية مثل ما انا وياك ما مقتنعين لان احنا كمؤرخين ما مقتنعين بها لان نحن نسير مع الدليل لذلك اصبحت مشادة بينهم صدام استخدم طريقة جدا خبيثة وهو استخدم عبدالحسين محي عبدالحسين المشهدي يقال ارسل على محي لا مو يقال هو ارسل علي لان محي محي والرفاق المعاه لاربعة محي شاهد تحت الطلب محي شاهد تحت الطلب احسان وفيق السامر يقول هو مضروب ابرى طيب مضروب ابرى قاعة الخلد اما مضروب ابرى هنا شغل ابر هو لذلك من دزعلي محي دزعلي محي عبدالحسين المشهدي قال من معكم لا يقال قال فاتحت دكتور منيف ايه بهاي اللغة يعني انتوا غير الموجودين بعد منه ياكم هو منه هو بدر الدين متدثر جالس وصدام حسين المجيد ومنيف الرزاز هو يسأل قطعا على الثلاثة خواه مو بدر الدين بدر الدين متدثر قضى عمره متملق لان توفي هو يهتف لصدام قال فاتحنا دكتور منيف الرزاز وكأنه عرف المطلوب منه محيي القطعا سيناريو معدود وكأنه عرف يعني بإيحاء ايه ببعض عرف لانه وشئت تحت الطلب قال فاتحت الدكتور قال ايه فاتحنا قال طيتوما الوافق قال لا يعني بقى بهذه اللحظة ولكن فاتحنا فاتحنا واحدة تكفي خليه بدار تشبه ايه موقع القرارات العيد حزب البعث ان الشخص انت يجب ان تكتب تقرير على مؤامر لقلب نظام الحكوم شن رد منيف قال له دق الجرس قال له اذا نجيب عدنان حسين الحمداني اكتفت له منيف الرزاز قال له ما هكذا الكلام يأخذ يا رفيق صدام اتقيس بين كلامي وكلام هذا الخسيس كلمة الخسيس نطخها وكلام هذا الخسيس انا منيف الرزاز قضو قيادة امين سر القيادة القطرية والقومية وكاتب انتو بدأ زيتو علي انتقيس بينه وبين قال هاي ملك حسين هو خصم سياسي لي ما سواها ما سواها الطريقة انت تتسويها عافوا ومشو وصل للبيت وصل للبيت خلنوا وقف فاصل ونكمل مشاهدين الكرام وقفة ونتواصل مع ضيفنا الباحث والمؤرخ الاستاذ فائز الخفاي